في محاولة لامتصاص سلسلة التفجيرات الداخلية في مناطق حساسة بما فيها مواقع نووية أدت إلى حالة من التخبط والتساؤل الشعبي عن المسؤول عن تلك التفجيرات وهل هي أصابع خارجية أم تخريب داخلية حاولت السلطات الإيرانية الهروب إلى الأمام لتثبيت الجبهة الداخلية من تلك الارتدادة من خلال إجراء مناورات ضخمة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وتضمنت تلك التدريبات البحرية استهدافاً وهمياً لحاملات الطائرات وشدد الحرس الثوري الإيراني على جاهزية البحرية الإيرانية للتعامل مع ما وصفه بالتحركات الخطرة في مياه الخليج المناورة التي شهدت الجانب الرئيسي منها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني والقائد العام للحرس الثوري شاملت أيضاً محاكاة لعملية انتحارية تهدف إلى تلغيم المضيق شاركت فيها عشرات القطع البحرية من جانبها وصفت الولايات المتحدة المناورات الإيرانية بالعمل المتهور وغير المسؤول فيما تعكس تلك المناورات أسباب إسرار واشنطن على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض على إيران نظراً لخطورة نواياها وتطلعاتها في المنطقة والإقليم وخطورة أنشطتها على دول الجوار والمنطقة الخليجية ترجمة نانسي قنقر